احتفالاً بالذكرى الخمسين لانضمام سلطنة عمان إلى منظمة الأمم المتحدة دشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع بريد عمان طابعاً بريدياً يحمل صورة صاحب السمو السيد طارق بن تيمور السعيد رحمه الله وهو يلقي أول خطاب لسلطنة عمان في الأمم المتحدة بمناسبة انضمامها إلى المنظمة في الثامن من أكتوبر من عام 1900 حيث رفع علم سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية لتكون العضو الحادي والثلاثين بعد المئة لقائمة الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة الدولية سمو سيد طارق ترأس وفد السلطنة بتكريف سامي لدن المرحوم حضرة صاحب جلال السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ومثل ما شهدنا في برنامج الاحتفال رفع العلم سلطنة عمان بلوانه الزاهية بتاريخ ثمانية من شهر أكتوبر عام 1971 في الأمم المتحدة انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الأمم المتحدة ساهم في قامة علاقات مع مختلف دول العالم والعمل مع المجتمع الدولي في إرساء أسس السلام في العالم منظمات البريدية العالمية تلعب دور كبير في توثيق الأحداث التاريخية للبلدان وبريد عمان مثل ما الكل شاهد خاصة في فترة ما بين 1970 أو التاريخ الحديث للبريد لعب دور كبير في توثيق محطات التنمية بمختلف أنواعها في سلطنة عمان إن مسيرة سلطنة عمان السياسية والدبلوماسية الحديثة تتشارك فيها مع بقية الأمم في بناء عالم جديد تربطه جسور الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي ومتمسكة بمبادئ احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير